وأول سؤال وصلنا على صفحتنا السؤال اللي بيقول يا فضلت الشيخ أنا عندي أربعة وخمسين سنة الدورة الشهرية أطعى عندي حوالي خمس شهور وروحت أعمل عمرة عملت أول عمرة وجيت أعمل عمرة تاني وتفاجأت إن في حاجة نزلت بسيطة اتشطفت وروحت أعمل عمرة تاني وبعد ما جيت لقيت حاجة بسيطة عالي العمرة مقبولة أم لا خلينا نتفق على حاجة مهمة أوي نتفق على إيه؟ على إني اتفق العلماء على أنه يشترط في الطواف الطهارة من الحدث سواء الأصغر أو الأكبر يعني إيه؟ إحنا عندنا أركان العمرة أربع أركان الإحرام والطواف والسعي والحلق طيب إيه اللي حصل؟ وتعالوا نتفق إن بلوغ المرأة سن اليأس هذا ليس سنن لكن معنى سن اليأس هو انقطاع الدم عن المرأة بيحصل إمتى؟ بتختلف من امرأة لامرأة بتختلف من امرأة إيه؟ لامرأة وده عند علماء الطب وخاصة علماء أمراض النساء عارفين وبيقولوا شوية كلام كتير في بيتكلم فيه إن الحد بيكون كل امرأة عندها كم من الحد بينزل عليها طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل ببساطة خالص إن في أوائل بداية السن اللي بتنقطع فيها دورة المرأة بيحصل شوية اضطرابات في مدة معينة كمان المدة دي بتختلف من المرأة لأخر بس بيحصل اضطرابات تنقطع المدة ممكن المدة دي بتكون أشهر ممكن تكون سنتين مدة بيحصل فيها اضطراب للدورة الشهرية فممكن تفضل شهرين تلاتة ما تنزلش فتنزل أو زي ما في الحالة اللي عندنا حصلت خمس تشر وما نزلتش فنزلت تاني السؤال الدم اللي نزل ده لو هو دم حيض يبقى حيض يعني إيه بدل هو دم حيض يبقى حيض يعني لو هو نفس الدم اللي كان بينزل عليك في زمن الحيض فهو حيض يعني إيه طبعا المرأة على طول بتبقى متشوفة بكتيب من الستات بتبقى عايزة ترتاح ليه طيب هي عايزة تعبد ربنا وعايزة تصوم وعايزة تصلي فلما بينقطع الدم اللي خمس تشهر بتفرح فيك ستات كتير بتفرح عصلي بقى من غير بقى ما انقطع وزي ما هي كده راحت العمرة وعمرت أول عمرة فقالت خلاص أنا خلاص ما بقاش عندي حيض طيب إيه اللي حصل الحيض لو نزل عليها ولو انقطع خمسة أشهر إيه اللي حصل هيبقى اسمه حيض هيبقى اسمه إيه اسمه حيض حتى لو انقطع خمسة أشهر ومش معنى أن أنا انقطع خمسة أشهر هيبقى خلاص أنا من النساء التي يأسنا من المحيض لا اليأس من المحيض هو أن الحيض يمتنع لكن طرامة الحيض بينزل فهده اسمه حيض بدان بقى وصافه بلونه برائحته بشدته ويبقى هو 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 حيض وبقول لحضرتك أن الفترة دي الأولينية في مسألة اليأس من المحيض بتبقى فتت الطراب بيبقى وفي ناس كتيرة حصل لها هذا الاتراب وبعدين الدم رجع ينتظم مرة تانية آه يعني اللي ينزل في العمرة التانية دي واللي ينزل في العمرة التالتة دي إيه اللي حصل ده يعتبر حيض نعم طب إذا كان ده يعتبر حيض يبقى العمرة لأن الطواف لم يكن صحيحا يبقى خلاص يبقى العمرة التانية وخاصة أننا بنعمل عمرة ما لها طب واللي أنا عملته أخذ سواب إن شاء الله تاخذي سواب سواب إيه؟ سواب أن أنت قصدت العبادة في تأخذ سواب النية وسواب الحركة وسواب كذا لكن عالي العمرة كده هتبقى صحيحة؟ لا لأن الطواف اشترت له الطهارة ولا نجيز الطواف للمرأة الحائض إلا في حالات استثنائية مش منها الحالة اللي حضرك حكيتها لأن حضرك وانت بتقولي أنا عملت عمرة بعد كده عملت عمرة وبعدين عملت حبيت تعمل عمرة تاني وعمرت عمرة حبيت تعمل عمرة تالتة لا كان الأساس أن أنت لما ينزل عليك الدم تعرف أني أنت لا يجوز لك أن تطوفي وإذا كان لا يجوز لك أن تطوفي يبقى إيه؟ يبقى العمرة في ركم من أركانها لا يتحقق ولذلك أنت بتقولي هي العمرة مقبولة ولا لا أنا مش بكلم على الثواب لكن بكلم بقولك أنه الطواف ده لم يكن صحيحا وعليه فالعمرة اللي حصلت دي لم تكن صحيحا فعشان كده إيه اللي حاصل يبقى أنت طاب يجي سؤال بقى هل عليك اسم؟ الجواب لا لأن أنت ما كنتش تعرف الحكم طيب هل هذه العمرة محتاجة أن تعاد؟ الجواب لا لأن لم يحصل لك أن أنت إيه؟ عملت يا عمرة